أستاذ نعرضت أن أسألك من أين أتت الجماعات الإسلامية في تسعينات بالسلاح اللي لم تكن مخابرتية على الحديث على السلاح وعلى ما حدث في تسعينات حديث طويل وعريض جدا السلاح كان جزء الجماعات دبراته الروحة يعني يعني يشروا من جهات في أماكن معينة يشروا بعض القطع كان في كين مرات كانوا بعض العسكر أو بعض البوليسية اللي في البداية نضموا لبعض الجماعات هذا كان موجود لكنهم قلة لكن بالفعل ومرة يقول لك يوقع السطو على ثكنة إلى آخره وكان كاين شوية أيضا بعض بنادق الصيد اللي اداهم الجماعات على الناس وعلى المواطنين هذا صحيح كاين لكن جزء رئيسي بالفعل كان يخرج من الثكنات يخرج من الثكنات اللي اكبر من السبب اللي اكثر من السبب كاين اللي كان يخرجوا بزنسو فيه يعني العقيدة ذاك روفيثة كانوا منش عارفنا في الشلف والله في باتنا والله ويعرف باللي يجوه اللي يتقرب يقولوا يلا عشر كلاشات وعندك مئة وخمسين مليون مثلا في هذاك الوقت يخلي عشر كلاشات يروح يمدهم ولا خمسين كلاش ولا ربعين كلاش طبعا مبالغ ضخمة خاصة في هذاك الوقت هذا جزء وكاين جزء اخر لا هي المخابرات بالفعل المخابرات نشرت السلاح كما ضغطت على الشباب باش يروحوا للجبال هما في الحراك الحراك كاين الشباب حكموهم قالوا معا ما تطلعوش الجبل كانوا حابين عسكرة الحراك لانهم هما ذاك وش يعرفوا يديروا يعرفوا يديروا الإرهاب ببراك فكان كما كانوا يضغطوا على الشباب الأحياء وهذوك الشباب مساكين يهربوا لانه كما يهربوا لانه كما يهربوا يقتلوهم كان يخرج السلاح لانهم كانوا يريدون ان يكون هناك عنف يبرر لهم فيما بعد كل سياساتهم هذا لا يعني ان بعض الجماعات اللي قيل انها اسلامية ما كانش هي ايضا تريد العنف كانوا كينين كانوا موجودين لكن اللي سهل لهم المهمة سواء بسياسات خاطئة او بسياسات مقصودة هما المافيا العسكرية كابرانات فرنسا لسيطران البلاد